اشتركوا في القناة مدى واحد من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 بشأن الإسكان وإختار المجلس بإحالتهما إلى اللجان المختصة بعدها ناقش المجلس الاقتراح بقانون بشأن المغزون الاستراتيجي للسلع والذي يهدف إلى تأكيد توفر السلع الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة وقرر المجلس المنفقة على الاقتراح بقانون وتمت إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون كما وفق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 2007 بشأن التدريب المهني إلى اللجنة لمزيدا من الدراسة مشروع مهم هو مشروع يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع المشروع الآن هو اقتراح بقانون من قدم من قبل خمسة من عضاء المجلس المجلس الشورى يناقش هذا المشروع الآن للمرة الثانية الموضوع مهم جدا وهو أحد الموضوعات التي دائما ما يتناولها صاحب الجلالة الملك المعظم في خطاباته السامية المتعلقة بالأمن الغذائي لذلك هذا المشروع ينظر لمجلس الشورى بأهمية بالغة وقد عدى مقترح لهذا الأمر يتعلق بوجوب تخزين السلع الاستراتيجية بحيث تكون آمنة للشعب في كل الحالات سواء في حالات الطوارئ أو في الحالات العادية جدا